أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا اليوم حول باب آخر من أبواب أصول الكافي وهذا الباب يتعلق بشرح وتفسير معنى إرادة الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى مريد ولا إشكال في ذلك ولكن هذه الإرادة بأي معنى وهل هي من صفات الذات أم هي من صفات الفعل وقد ذكرنا فيما مضى أن صفات الله سبحانه وتعالى قد تكون صفات الذات بمعنى أن تلك الصفات هي عين ذاته وليست زائدة على الذات لا فرق بينه وبين تلك الصفات كالعلم والقدرة والحياة والاختيار فليس الله شيء وعلمه شيء آخر وإنما علم الله هو عين الله سبحانه وتعالى وهكذا سائر صفات الذات ومن صفات الله سبحانه وتعالى صفات الفعل صفات الفعل يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق فتنتزع تلك الصفات من فعله سبحانه وتعالى ففي الحقيقة صفات الفعل هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة الله سبحانه وتعالى خالق والخلق صفة فعله يعني الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بعد أن لم تكن وهذا الفعل ينتزع منه الخلق فيقال إنه سبحانه وتعالى خالق وكذلك الرزق والإحياء والإماتة وما نحو ذلك من الصفات وقد ذكرنا فيما مضى الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل صفات الذات لا يصح سلبها عن الله سبحانه وتعالى مطلقة فهو من الأزى العالم وبكل الأشياء لا يصح أن نقول إن الله لم يكن عالما بزيد ثم علم به ولكن صفات الفعل يصح سلبها عنه تعالى في الجملة نقول إن الله لم يكن قد خلق زيدا ثم خلقه إن الله سبحانه وتعالى أحيا زيدا ولم يمته ثم أماته ولم يحيه فنسلب هذه الصفة في بعض الأحيان دون بعض فهذه صفات الفعل أما صفات الذات لا يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم بزيد ثم علم إن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على شيء ثم قدر هذا لا يجوز وغير صحيح وقد ذكرنا فروق أخرى بين صفات الذات وصفات الفعل وأما الكلام حول الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل مجموعة من الفلاسفة اعتقدوا بأن الإرادة من صفات الذات فهي عين ذاته ولكن هنا يقعون في مطب وفي مشكلة وذلك المطب والمشكلة إذا كانت الإرادة عين ذاته سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن الإرادة قديمة لأن الله هو قديم هو الأول لا أول قبله الله من الأزل موجود ولا بداية له فإذا كانت الإرادة من صفات الذات معنى ذلك أن الإرادة أيضا أزلية لا يجوز ولا يصح ولا يعقل انفكاك الإرادة عن المراد إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون إذا كانت الإرادة من صفات الذات معنى ذلك أن المراد أيضا متحقق بتلك الإرادة لعدم معقولية انفكاك الإرادة عن المراد لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا ثم لا يتحقق ذلك الشيء فإذن إذا كانت الإرادة من صفات الذات فهي قديمة والإرادة لا تنفك عن المراد معنى ذلك أن الأشياء تكون قديمة يعني هذا العالم يكون قديم وجميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى تكون قديمة وهذا قدم الأشياء والمخلوقات باطل بضرورة العقل والشرع كان الله ولم يكن معه شيء ثم أوجد الأشياء هؤلاء لآجل حل هذه المشكلة ابتدعوا إصطلاحا سموه بالقديم الزمان يعتقدون أن الأشياء قديمة زمانا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العلة فهو القديم ذاتا ولكن العلة لا تنفك عن المعلول فالمخلوقات مخلوقات لله لكنها قديمة لا بالذات وإنما بإيجاد الله سبحانه وتعالى لها فعبروا عنه بالقديم الزماني وهذا الكلام أيضا باطل بضرورة العقل والشرع فالأشياء لم تكن موجودة ثم كانت وأيضا نحن بالوجدان نشاهد تغير الأشياء بالوجدان نشاهد أن أشياء ليست موجودة ثم توجد صور لم تكن موجودة ثم وجدت فإذا كانت قديمة معنا ذلك أن جميع الأشياء في عرض واحد يجب أن تكون منذ الأزل لا أن يكون بينها تقدم وتأخر فعلى كل حال فهذا البرهان يكشف عن بطلان كون الإرادة من صفات الذات مضافا إلى أنه نحن بالوجدان نشاهد أن الله سبحانه وتعالى لم يرد شيئا ثم أراده وإذا كانت الإرادة من صفات الذات لم يرد شيئا ثم أراده هذا لا يكون معقولا لما ذكرناه في أول الكلام بأن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية قديمة لا يصح عليها أن نقول لم تكن موجودة ثم كانت فإذن هذا يدل على أن الإرادة ليست من صفات الذات وإنما هي من صفات الفعل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء إيجاده للأشياء هو إرادته التكوينية وللتوضيح ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى عالم وقادر ومختار هذه صفات ذاتية اختيار الله سبحانه وتعالى من صفات الذات علمه من صفات الذات قدرته من صفات الذات الله سبحانه وتعالى أيضا حكيم وحكمته ترجع إلى علمه لأن الحكمة هي وضع الأشياء في موضعها فالله سبحانه وتعالى يعلم بوضع الأشياء في مواضعها فهو حكيم سبحانه وتعالى لم يكن من المصلحة أن يخلق الأشياء فلم يخلقها لا عجزا وإنما حكمة ثم كانت المصلحة في إيجاد الأشياء في أوقاتها بأن يخلق الله سبحانه وتعالى الأشياء ويخلق الزمان ثم يوجد سائر الأشياء في أوقاتها المعينة حينما يوجدها هذا الإيجاد هو الإرادة وهذا ما يدل عليه العقل ويدل عليه الشرع ونحن في روايات هذا الباب باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل في هذا الباب الكوليني رضوان الله تعالى عليه جمع الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الأمر فإذن إرادة الله هو إيجاده للشيء ثم كما هو معلوم الإرادة قسمان إرادة تكوينية وإرادة تشريعية الإرادة التكوينية هي بمعنى إيجاد الأشياء الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء هذه إرادته التكوينية الإرادة التشريعية بمعنى صدور الحكم عن الله سبحانه وتعالى يعني مرة الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد شيئا في هذا الكون أو أن يتصرف في هذا الكون فهذه إرادته التكوينية مرة يريد أن يكلف الإنسان العاقل أو يكلف الجن وهم أيضا من ذوي العقول أو يكلف الملائكة وهم أيضا من ذوي العقول فيصدر أمرا هذا الأمر هو إرادته التشريعية يعني الله سبحانه وتعالى أصدر أمرا للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إرادته التشريعية هو الصدور هذا الحكم أو الله سبحانه وتعالى يريد تكليف الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يكلفهم بالعبادة مثلا هذا التكليف هو إرادته التشريعية ومن الواضح أن الإرادة لا تنفك عن المراد في الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسواء في الإرادة التكوينية إذا الله أراد شيئا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يتمكن أحد أو شيء أن يقف حاجزا ومانعا عن تحقق إرادة الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعجزة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى هذا في الإرادة التكوينية في الإرادة التشريعية البعض يتوهم أنه بين الإرادة التشريعية والمراد يكون هناك انفكاك يعني الله سبحانه وتعالى أراد من الناس الصلاة كثير من الناس لا يصلون الله سبحانه وتعالى أراد من الناس عدم شرب الخمر كثير من الناس يخالفون ويشربون الخمر فتصوروا أن هناك انفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد وهذا كلام غير صحيح لماذا؟ لأن الإرادة التشريعية ليست صدور الفعل عن العبد لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى يريد صدور الفعل عن العبد لصدر هذا الفعل عن العبد مكرها أو مختارا لكن الإرادة التشريعية هي إرادة إصدار الحكم إرادة تشريع الحكم الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشرع حكما لا يعجزه شيء فيشرع هذا الحكم والأنبياء يبلغون هذا الحكم للناس فإرادة الله سبحانه وتعالى التشريعية ليست صدور الفعل من العبد حتى واحد يجي يتوهم انفكاك الإرادة عن المراد وإنما إرادته التشريعية صدور الحكم وقد صدر الحكم يعني الله سبحانه وتعالى حرم الخمر شاء الناس أم أبوا الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة شاء الناس أم أبوا الله سبحانه وتعالى أوجب الحجاب شاء الناس أو أبوا فإرادته التشريعية صدور الحكم زيان أنت المكلف إرادة الله التكوينية أن تكون مختارا الله سبحانه وتعالى خلقك مختارا لم يكرهك فإذن صاير خلط في الإرادتين التكوينية أو التشريعية لدى البعض فلذلك هكذا توهموا أن في الإرادة التكوينية الإرادة لا تنفك عن المراد والإرادة التشريعية الإرادة تنفك عن المراد وهذا كلام غير صحيح سواء في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية الإرادة لا تنفك عن المراد ولكن ما هو المراد؟ هنا الخلط صاير في الإرادة التكوينية المراد هو الإيجاد أو الوجود الخارجي فلذلك إذا الله سبحانه وتعالى أراد الوجود الخارجي لا يعجزه شيء في الإرادة التشريعية ليس المراد هو صدور الفعل من العبد في الإرادة التشريعية المراد هو صدور الحكم عن الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا يتحقق متى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصدر حكما يصدر ذلك الحكم أطاع الناس أو لم يطيعوا وإرادته التكوينية في اختيار الناس فإذن الله يريد أن يصدر حكما فيصدر ذلك الحكم والله سبحانه وتعالى يريد أن يكون العبد مختارا إن شئت عصيت وإن شئت أطعت هذه إرادة الله التكوينية الاختيار في العبد ولذلك تجد العبد قد يعصي وليس هذا خلافا لإرادة الله التكوينية أو التشريعية عصيان العبد بل إرادة الله التكوينية اختيار العبد وإراءته طريق النجاة وأيضا إراءته طريق السقوط والهوي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها يعني أراها الله سبحانه وتعالى طريق الهداية عن طريق الظلالة الله سبحانه وتعالى بفطرة كل إنسان جعل معرفة بعض وسائل الهداية وبعض وسائل الظلال ثم أكمل هذه الفطرة وكذلك العقل بأن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وواتر بالأنبياء الأوصياء عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا للناس تفاصيل الأحكام التي قد لا يدركوها أو لا يتمكنون من الوصول إليها أو هناك تغطية على عقولهم وفطرتهم بسبب العادات السيئة أو فعل الآباء والأجداد فالأنبياء ثم الأوصياء يأتون ليزيلوا هذا الركام من على العقول ومن على الفطرة وكما في قول أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة ليثيروا لهم دفائن العقول العقول التي دفنت تحت ركام من العادات والتقاليد وفعل الآباء والأسلاف ليثيروا لهم يظهروا دفائن العقول فإذن إرادة الله لا تنفك عن المراد سواء في الإرادة التشريعية أو في الإرادة التكوينية وإرادته صفة فعله يعني الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء هذا الإيجاد هو إرادته يصدر الحكم هذا الإصدار هو إرادته سبحانه وتعالى ولعل الذين زعموا أن الإرادة من صفات الذات خلطوا بين الإرادة وبين الاختيار الله سبحانه وتعالى مختار ومريد الاختيار من صفة الذات الله ليس مكرها على شيء ليس مضطرا لشيء مختار اختياره من صفات الذات لكن إرادته من صفات الفعل لعل البعض تصور أن الإرادة هي الإختيار فخلط بين المعنيين وتصور أن الإختيار هو من صفة الذات فإذن الإرادة التي هي الإختيار من صفة الذات مع أن الإرادة ليست هي بمعنى الإختيار وبينهما فرق أما الحديث الأول من هذا الباب الشريف باب الإرادة أنها من صفات الفعل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال قلت يعني الراوي الذي هو عاصم ابن حميد وهو من ثقات الأصحاب قلت لم يزل الله مريدا يعني هل الإرادة أزلية الإمام ماذا أجاب قال إذا كانت الإرادة أزلية إن فكاك الإرادة عن المراد محال فإذن هذا يستلزم قدم جميع الأشياء قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه الإرادة لا تنفق عن المراد فيستحيل أن تكون الإرادة من الصفات الذاتية وإنما منشأوا الإرادة من صفات الذات يعني الله سبحانه وتعالى عالم وحكيم والحكمة ترجع إلى العلم أيضا ومختار يعلم بأنه المصلحة في خلق الأشياء في أوقاتها فيخلق الأشياء في أوقاتها يخلق يعني يريد حينما الله سبحانه وتعالى من الأزل يكون عالما من الأزل يكون مختارا لكن لا يوجد الأشياء لعدم الحكمة في إيجادها في الأزل ثم لما حانت أوقاتها وحان وقت المصلحة الله سبحانه وتعالى يريد يعني يوجد الأشياء إن المريد لا يكون إلا لمراد معه لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد يعني الله في الأزل لم يكن عاجزا فلم يخلق لا الله كان قادرا كان عالما لكن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكمة ترجع إلى العلم لذلك الإمام لم يذكرها بالخصوص لأن الحكمة هي العلم بوضع الأشياء في مواضعها فالله سبحانه وتعالى من الأزل عالم يعلم بأنه ليس من المصلحة أن يخلق العالم في قابل الوقت الذي خلقه ثم صارت المصلحة في أن يخلق الأشياء في أوقاتها فخلق الأشياء في أوقاتها والله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يوجد جميع الأشياء بدون أسباب ومسببات لكن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الدنيا على الأسباب والمسببات أن يولد الإنسان من أبوين هذه الحكمة اقتضته الله سبحانه وتعالى قادر بأن يخلق الإنسان من غير أبوين ولكن الحكمة اقتضت أن يخلق آدم وحواء من غير أبوين باعتبار أنهما أول الناس ثم يتناسل الناس عبر الأبوين إلا في عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فكانت الحكمة تقتضي بأن يخلقه من غير أب أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذن هذا الحديث يدل على أن الإرادة هي إيجاد الأشياء ثم الحديث الآخر عن بكير بن أعين أيضا هذا الحديث نحن شرحناه في كلامنا يقول بكير بن أعين قلت لأبي عبد الله يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام علم الله ومشيئته هما مختلفان أم متفقان لأن مجموعة من الفلاسفة يقولون أن إرادة الله سبحانه وتعالى هي علمه بالأشياء العلم فسروا الإرادة بالعلم يعني العلم بكون الأشياء لها المصلحة في وجودها في وقتها أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك فسروا الإرادة بالعلم والعلم صفة الذات فإذن تكون الإرادة صفة الذات فلذا يسأل يقول علم الله ومشيئته مختلفان أو متفقان يعني هما شيء واحد أم شيئان لأنه إذا كان من صفة الفعل صفات الفعل تختلف عن صفات الذات صفات الذات هي شيء واحد هي ذاته يعني عندما تقول العلم تقول الحكمة تقول السمع تقول البصر مثلا إن الله سبحانه وتعالى عالم إن الله حكيم إن الله سميع إن الله بصير السمع والبصر يرجعان إلى العلم معنى السمع معنى السميع في الله سبحانه وتعالى علمه بالمسموعات وإلا كما ذكرنا فيما مضى ليس سمع الله سبحانه وتعالى كسمعنا أمواج صوتية هذه تخترق الهواء ثم تدخل في الأذن يتحرك الصماخ أمواج عبر سلسلة الأعصاب تنتقل إلى المخ فالقسم الذي يرتبط بالسامع في المخ يدرك المسموعات هذه طريقة السمع فينا أمواج صوتية بهذه الكيفية التي ذكرناها وكذلك البصر أمواج نورية هذه تصطدم بالأشياء ثم تنعكس إلى العين والعين تنقلها بشكل أمواج إلى الدماغ عبر سلسلة شبكة الأعصاب إلى المنطقة التي ترتبط بالرؤية فتلك المنطقة من المخترى الأشياء وليس الرؤية في الله سبحانه وتعالى هكذا وإنما رؤيته علمه بالمرئيات سمعه علمه بالمسموعات حكمته بمعنى علمه بوضع الأشياء في مواضعها فهذه الصفات ترجع إلى العلم والعلم والقدرة والحياة والاختيار وسائر صفات الذات ترجع إلى ذاته يعني نفس ذاته سبحانه وتعالى لا فرق بينها وبينه أما صفات الفعل ترتبط بفعل الله يعني الله يخلق فننتزع من فعله الخالقية والرازقية وما إلى ذلك من صفات الفعل فهنا يجي يسأل الراوي بكير ابن أعين هل علم الله ومشيئته متفقان يعني هما شيء واحد كما يقوله بعض الفلاسفة مشيئة الله هي علمه بالأشياء في أوقاتها يعني العلم المقيد حسب تعبيرهم أو مختلفان لا العلم صفة الذات الإرادة صفة فعل فالإمام عليه السلام ماذا يجيب فقال العلم ليس هو المشيئة العلم يختلف عن المشيئة لأنه كما ذكرنا الفرق من فروق صفات الذات وصفات الفعل صفات الذات لا يصح سلبها عن الله سبحانه وتعالى إطلاقا أما صفات الفعل يمكن سلبها عن الله في زمان وإثباتها له في زمان نقول إن الله لم يشأ ثم شاء لكن لا يصح ولا يجوز أن نقول إن الله لم يعلم ثم علم إلى هذا الكلام الإمام عليه الصلاة والسلام يشير فقال العلم ليس هو المشيئة ألا ترى الإمام يستدل لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقبلهم جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وقبله القرآن الكريم حينما يذكر حكما أو شيئا يتبعه ويلحقه بعلة لماذا هكذا ولو أن المؤمن ينبغي عليه أن يسلم كل ما يقوله الله والرسول ولا يسلم له سواء علم به أو لم يعلم سواء علم الحكمة أو لم يعلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن والرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام في كلامهم حينما يذكرون حكما يتبعونه بعلة أو بحكمة لذلك الحكم لماذا؟ لأن أولاً الإنسان إذا علم بسبب شيء إقباله على ذلك الشيء يكون أكبر وأكثر وليس جميع الناس بذلك المستوى العالي من الإيمان بحيث أنه يسلمون بشكل مطلق غالب الناس تسليمهم بشكل مقيد يعني الشيء الذي يعرفون حكمته قد يسلمون له الشيء الذي لا يعرفون حكمته قد لا يسلمون له هذا الجهة هذا الجهة الأولى والجهة الأخرى هو أنه المؤمنون في كثير من الأحيان يتحاجون مع غير المؤمنين قل فلله الحجة البالغة فالله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الاحتجاج للحقائق الموجودة وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يعلمون أصحابهم الرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم أصحابه والمؤمنين بعلل الأحكام لكي في وقت الاحتجاج إذا استدل ذلك المخالف أو المعاند أو الكافر بدليل يمكن دحض حجة ذاك وبيان الحق الصراح الحقيقي إذا الإمام يقول ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله يعني قد يشاء الله سبحانه وتعالى وقد لا يشاء إذا شاء الله أنا سأفعل ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله تعليق علم الله على شرط ليس بصحيح إن علم الله سأفعل الله سبحانه وتعالى عالم سواء فعلت أو لم تفعل سأفعل كذا إن علم الله هذا كلام غير صحيح لأن علم الله أزلي وهذا العلم لا يختلف أما المشيئة قد تكون موجودة قد يشاء الله سبحانه وتعالى قد يشاء الله سبحانه وتعالى وقد لا يشاء فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشاء يعني لحد الآن الله لم يشاء لكن إذا شاء في المستقبل سأفعل لحد الآن لم يشاء أن أفعل فلذا لم أفعله لحد الآن فلم يشاء الآن لكن إذا شاء سأفعله فلم تكن مشيئة ثم قد تكون تلك المشيئة فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء إذا الله سبحانه وتعالى شاء شيئا يكون ذلك شيء كما شاءه الله سبحانه وتعالى لكما ذكرنا مثلا في الإرادة التشريعية ليست المشيئة صدور الفعل من العبد وإنما المشيئة صدور الحكم من الله سبحانه وتعالى والمشيئة التكوينية اختيار العبد بأن يطيع أو أن يعصي فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء سبحانه وتعالى وعلم الله السابق للمشيئة المشيئة من صفات الفعل فحينما لم يكن فعل لم تكن مشيئة أما علم الله ليس مرتبطا بفعله علم الله مرتبط بذاته لذلك علم الله سبحانه وتعالى أزلي لأن العلم في الله سبحانه وتعالى هو عين ذات الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام يقول وعلم الله السابق للمشيئة يعني علم الله هو السابق للمشيئة لأن العلم أزلي لكن المشيئة ليست أزلية لم يشأ فالأزل بأن يخلق الأشياء فلم تكن مشيئة ثم شاء فإذن هناك فرق بين العلم والمشيئة وهذا يدل على أن الإرادة من صفات الفعل وهي بمعنى إيجاد الأشياء في الإرادة التكوينية وبمعنى إصدار الحكم في الإرادة التشريعية نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعواننا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الظاهرين موسيقى ترجمة نانسي قنقر